السلام عليكم اتمنى تكونوا باخر وعلى خيال يوم ان شاء الله جدتكم فيديو جيدة سوف نشارك معكم عمال يذوي ماشي وصفة سوف نشارك معكم الغطاء للتلاجة كيف تصاوبوها ولد الناس اللي يريد ان يغطروا تلاجة ديالهم يعني كي يكون تكتزين وفي نص الوقت ممكن ان نستعمله ونضرو فيه جيوب في الجوانب ونضرو فيه شي حاجة خاصة بالكوزينة بالنسبة لهذا الغطاء فهو سيكون ساهل بسيط جدا بأي نوع دي القومة اللي كان عندك سوف تصاوبو بوحد الغطاء للتلاجة اللي ساهل وبسيط وفي دون معدات نمشيه لطريقة ديال الخدمة عندي هنا كتان اللي شريته عندي هاد دون تلك ينباع وخط احمر لحسب اللون ديال الكتان ومقص وباللعبار اللي باش غضين قبض العبار ديالي بالكتان انا قطعتوه لحسب العبار للتلاجات عبر الطول للتلاجة والعرض من الفوق على حسب ان تبقى ان تبقى ان تبقى ان تبقى الاغطاء للتلاجة ديالك من بعد ما اعبرت فهنا يا ادرت واحد العطفاء في الجوانب او لوحة الكفة اللي هي صغيرة ادرت ان سنتيم ودرت على الكتان كامل ما زال ما كملتوش غضين نوريكم الجيهة اللي بقات لي اعطفت جيهة و جيهة غضين وريها لكم في الفيديو باش يكون واضحة لكم هنا غضين حتى تصبط على ان سنتيم يعني كان عطف ان سنتيم العطفاء كتكون من الفوق في وجه ديال الكتان ماشي من تحت كيف كي يبليكم لانا غضين ديروا فوق من هادك الدون تيل او لديك الوريدات سيغطيو هاد العطفاء هاد العطفاء ستكون غضي ليشان مع الخط وخص كلها يتاكل فيها 1 سنتيم سنتيم واحد باش ما يجيكش الكتان عواج بالنسبة الاخوة اللي ما عندهمش الماشينة ستمشيوها كتاب الليبرا والخيط عادي حتى تكملوا الكتان كله تعطفوه من جميع الجوانب من طول او العرض بالنسبة العبارة ندرت 70 سنتيم في الطول و تقريبا 65 على ما بقيت كانت تذكر في العرض لحسب كل تلاجة كبيرة ولا صغيرة لحسب انت فين بغتي توصل لي هاد العبارة يبقى لحسب تلاجة لكم بالنسبة لهاد الورضاء اللي كان لستقضابه نحاول ندير هادك الجيهة اللي كتكون فيها البريو و يلي كان نديرها من الفوق و من بيت كان بقان طوي طوية نديرها ملهية نديرها تحت السباط و طوية نديرها مجيها ليمنه و نفوت عليها بالماشينة هذا الشي اللي كان نمشي بحالها هكذا نحاول ندير الطوية و نتقديم باش يجي و يجوني الورضاء و نتقديم مديش ورضاء كبيرة على ورضاء و يجيكم على هات الشكل و بالنسبة له الخيط يجب أن يكون نفس اللون ديال هاد اللاسو و كان مشي في الوسط هاد هي الطريقة حتى نكمل كامل الكمية اللي أنا بحتاجها يعني لهاد اللغطة من بعد غد نخيطها طريقة ديال الخيطة رأي عادية كما بيليكم في الفيديو فكن حاول نحطها على اللغطة من فوق مباشرة فوق هادك العطفاء اللي درناها و كان نبدأ نخيط بالنسبة للخيط فكن اكيد هاد نفوت فوق الخيطة اللي يدرت في اللون مباشرة و اللون خاصه يكون بحال اللاصوم اللي عندي خاص اللي الخيط يكون نفس اللون باش ما يجيش معيق او لابعين من بالنسبة للطورة نحط ايمن كي بليكم في الفيديو كان خلي اللي برا لاسقه و كان نهز الصبت الفوق و من بعد كان ندور الكتان باش ندير الضراء اللي كتكون في الجواني هاكدا نكمل حتى نكمل الكتان ديالي كامل من جميع الجواني النقطة مهمة اللي نسيت ما تكرته في اللول هو فشكة عبرو تلاجة ضروري ما تزيدو سنتيم حتى الجوج ديال سنتيمات هادية اللي على حسب العطفال اللي غاتين ديرو في الجوانيب نزيدو سنتيم في العرض و سنتيم في الطر بالنسبة للعباء طروري ما نزيدو سنتيم في الخياطة لانا عدينا ناكله فالخياطة نزيدو تلك السنتيم زيادة و لاحتاجوا سنتيمات اللي مبتدئين فبالنسبة للخياطة انا اصلا مبتدئة و ملقيتش يعني فيديو وتوضيحي في اليوتيوب لهذا الغطل للتلاجة هاد شي لا شاركت معكم هاد الفيديو نتمنى انو يفيد الاخوات اللي بغين يديروا الغطل للتلاجة سوف نكملت الدورة كاملة سنقطحها و نفينيها في الاخير اكيد باش ما تبليش ينحل هذا هذا اللاصن بالنسبة لللاصن ممكن تصاوبوه مباشرة فوق الكتان على حسب الرغبة او لا تصاوبوه بوحده كيف مدرتو انا يعني تصاوبوه على تلسقوه فوق الكتان او لا تلسقوه فوق الكتان مباشرة سوف نمشي باش نصاوب جيوب سوف ندير الجيوب ممكن تصاوبوه ممكن تصاوبوه ممكن تصاوبوه ممكن تصاوبوه ممكن تصاوبوه في نفس الوقت بالنسبة للجيوب تقريبا العبار بالضبط لا اقلش لانا ندرت فيديوه و المنتجران نديره في نهار فوقكه 20 سنتين في الطول و 12 سنتين في العرب لانا ندرك الجيوب بقاله ممكن تصاوبوه مربعين نفس الشيء اللي كتان سوف ندرك الجيوب 1 سنتين من جميع الجواني ندرك 1 سنتين من جميع الجواني من جواني بربع من بعد من نكمل نقوم باستعطف كامل نصبها في الوجه لكتان نصبها تلك الوجه نصبها في الجيب كامل نصبها على 3 جهة و نصبها نصصها على الجيب كامل لنستطيعها على الجيب كامل نصبها لون أحمر لأنني اقوم بتقوم بلون أحمر يمكن أن أخذ أي لون بالنسبة لكتان اللون الأحمر يمكن أن أخذ الكتان عادي و لا يوجد لون ماط و يمكن أن أخذ الكتان الخاص بالكوزينة و يمكن أن أخذ طريقة الخدمة سهرة و بسيطة و خمس كوش عندك المشينة نسبة الشكل الأخوات اللي يريد أن يصاوبوا شكل القلب فأخذي ورقة و ترسمي فيها قلب يكون هو هذا المصاوب و تقطع الكتان على هذا الورقة سوف ترسمي عليها و تقطع الكتان على حسب الورقة لكي يأتي القلب ما هو هذا أنا أستطيع مربع مربعك يأتي أسهل شيء هو المربع أو المستطر و تستفيد منه أكثر سوف نكمل الخياطات نحاول نكمل المربع كامل و نكمله كامل بعد هذا الورقة و من بعد سوف نلسقه لجيبنا على الكتان و سوف نمركم كيف يلسقه و لا نلسقه بطريقة عشوائية طبعا كي يأتينا لجيب في المباشة الوصف يأتي في الوصف و يأتي مقابل مع الجيب الثاني يعني يأتي هو هذا هنا تحت 10 سنتيم بالنسبة للجوانب تحت 12 سنتيم و رجعت 13 سنتيم كل عجلة سوف نقبض هذه الوردة ونقبض هذه الوردة ونقبض هذه الوردة أولا سوف نأخذ ديبريكا لكي لا ينحل ومن بعد سوف نطويق هذه الطوية التي سوف أعطيكم في الفيديو يكون مضح حسن لاني ينهطر فكانت طوي بحال هذه التشكل يجب أن يكونوا قد وحدة بالنسبة للطويات أنا أدرت ثمانية الثمانية ديال الطويات إلا بغيت توجيكم الوردة كبيرة عامرة زوينة إلا بغيت توجيه المنظر أحسن سوف يكونوا معدلين في حالة ثمانية ثمانية لدينا بغيت تزيين بجيبريكا ويستطيع التزيين بجيبريكا وممكن تستطيع التغناء عليهم لأن في هذا الحالة سوف نكونوا سالين لغتاة للجل أنا بغيت نزيد تزيين ثمانية اخذت الليبرا والخيط الخيطة عندي معقود سوف ندخل بقبل أنا قبطت بالفنيتة في الوسط غير باش ما يهرب ليش هاد الدوائر اللي درتهم يبقى بحال هكا يعني وخان ندخل الخيط يبقى بحال هكذا سوف نزيينها بزيين تجدها بزيين مرخوفة تمنى تكون واضحة سوف تكون واحدة دائرة سوف نأتي الجانب ونحاول ندخل العقدة بإنكد نزيين هذه الخيطة للمنينة هذه هي الطريقة سهلة و بسيطة اضعها الى اول مرة او اشاركتها معكم فعلا ننخس تعاودي الفيديو من بعد قطع الخيط نقوم بتحت المعكوسة نضيف نفس الشيء الى خطة مباشرة نضيف وحده بوحده ندخل لبرا و الخيط كاملين ب 8 دوائر يمكن أن نقوم بكثير كبيرة و هامرة إذا قلت بكثير كبيرة و هامرة إذا قلت بكثير صغيرة ندخل لبرا و ملعها و ندخلها هنا سأعطني 1 دائرة نغليها مرخوفة كما يبال ندخل لبرا و ندخل لبرا نقدم لبرا و نقوم بسهولة و نقدم mengضب الوزف كما يقوم بإسفل من خلال منظر و نستهل اخطي الوزف و نستهل منظر و نحن ثم نبرا و نقوم بحيث هذا هو الشكل اللي حصلت عليها نحاول نفرق شوية الوريضة نحاول نفرقهم على الدائرة كلها كيف سوف نفرق هنا بالنسبة للتقطيع اللولة يكون الشكل فرضي وفي الآخر من القطع سوف يبقاري واحد المرسوع لأنه لا نسقينش من المفتوحي فكندر شوية النار وكنزيرهم بصبعي كيف يلسقون نحاول نفرقها في الجواني بمزيد ونسقطها ومن بعد نحاول نضغط عليها بسباعي نضغط عليها لترجع عليها تشكل كما بليكم نضغط عليها دائما نصوبها مزيد هذا الشكل اللي بغيت انا نحصل عليه دياله ورطة ونضغط عليها ننتي كتبقى تضغط عليها ونتي تصاوبها في الجواني بحتي تحصل عليها ورطة اللي بغيتها نسية يعني تفتحي لها هذا الروبو بحركة تفتحيه مزيد يدخليهم مجموعين ونبدأ نضغط عليها يقدرها لديها ورطة اللي بغيتها ثم نضغط عليها اضافة لنضيف المزل نضيف المزل وبالتالي نضيف المزل ونضيف المزل اضافة لنضيف المزل منتج الوضاف ومن بعد ان اضع 4 تخطر خمسة عقيقة و 4 تدور عليها يجب ان يمتعون 5 عقيقة صغارة في الوسط جربتهم اتقلون من اجل و كيف يجرون هنا لدي عقيقة كبيرة و صغيرة و كيفية سوف نستمر بحالها كتاحة نتبتها مزيدة نتبت الورده مزيدة ثم سوف نقوم بتصويرها في جيب الغطاء لقد قمت بتصوير الغطاء الفران كان صعب علي أن نصور لكم لأن الكاميرا لم يكن يصورني نشارك معكم شكل نهائي ولكن لا أعجبكم كتبوها لي في التعليق وأكيد سوف نقوم بفصل نشوف اللي يصور لي ونصور لكم الفيديو نحاول نسخها في الوسط تماما نسخها بالخيط لأنه ليس صغير بالخيط الأحمر لأنه هو يجبين أكثر بالنسبة للغطاء الفران هو هذا الذي قلت لكم عليه نضيفه بنفس الكتان لأنه يمكنهم مجوج لأني مرتخوية ويجبون نفس الكتان لأنه يأتي بطابقين الفران بالنسبة للغطاء نضيفه كامل نضيفه ونضيفه في الوسط بالنسبة للغطاء لم أصلت إلى تحت غطاء الفقانية نتمنى أن تكونوا اشتركوا من الفيديو ولا اشتركوا لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة جميع الموادع التي تهم المرعاة بالنسبة للغطاء سوف نضيفه لغطاء الثلاجة ممكن تضيفه للميكران ممكن تضيفه لفران ممكن تضيفه لأي شيء تغطيه وحتى القجرة لغطاء البلاستيك المرتخوية ونضيفه إلى الكتان نتمنى أن تكون خفيفة ريفة على قلوبكم و يكون فيديونا الإعجاب و لا تنسوا لايك و إضافة الجرس لكي يوصلكم كل جديد أخليتكم إلى الخيان و تلقى فيديوك و سلام عليكم